واعي من بيروت دكتور سامي نادر أستاذ القانون والعلاقات الدولية مساء الخير أهلا بك معنا دكتور سامي هذه المرحلة اليوم طبعا كيم يقابل لفروف كيم يونج تشول يقابل بومبيو ماذا يجب أن تتضمن المحادثات ماذا يجب أن يجري في هذه الاجتماعات اليوم أعتقد اليوم هناك عمل على مستويين المستوى الأول كما جاء في اجتماع أو يدبع اجتماع نيويورك أي بين كيم يونج تشول والوزير بومبيو هو يبحث في صلب ملف نزع الأسلحة النووية وبالتوازي كيف تجدول رفع العقوبات الاقتصادية وهذا شيء أعتقد أصبح محسوم ومحط توافق بين الطرفين واشنطن لا تريد أيضا أن هذا المصار يتم بالتوازي هناك مسألة حساسة هي ما يطلبها النظام كيم يونج أول وهو الضمانات لبقاء النظام وهناك تخطي للأزمة التي أثارتها الملاحظة حول نظام القزافي وهناك مصار آخر هو التحضير اللوجستي وهذا ليس موضوع سهل وهذا ما تضمنه اجتماع سنجابور بين الوفد الأمريكي ووفد الكوريا الشمالية بقيادة المدير مكتب كيم يونج أول إذن هناك مساران كل شيء يشير أن هذه القمة سوف تعقد ماذا يحدث باجتماع كيم والأفروف؟ الشهر المقبل حتى تصدروا موضوع العقوبات صحيح؟ أعتقد أن اليوم الدليل أن هذه القمة سوف تحصل هو ذهاب الموفد الروسي وزير الخارجية الروسي إلى كوريا الشمالية هذا أبلغ دليل أن هناك تقدم كبير روسيا لا تريد أن يتم تجاوزها في هذا الملف ولكن هناك واقع جيوسياسي صحيح أن دور روسيا مهم وهي ليست بعيدة عن كوريا الشمالية ولكن يبقى أن الشركاء الأساسيون في هذا الملف هم الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالإضافة إلى اليابان طبعا وشبه محسوم أن الرئيس الأمريكي سوف يلتقي بشينزو أبي قبل الذهاب إلى القمة في سنجابور إذن روسيا تحاول أن تكون جزءا من هذا المشهد الدولي من هذا الحدث الكبير على ساحة الدولية قد يكون هذا الإنجاز الأكبر لمنطقة وسط آسيا خلال العقد الماضي لأنه هذا ينهي حرب لم تنتهي فعليا حرب الكوريتين عام 1953 تم وقف إطلاق النار ولكن عمليا لم تنتهي اليوم هذه القمة بين الرئيسين إذا ما نجحت وكل المؤشرات تقول أنها تنجح سوف تؤسس لمرحلة جديدة بالتأكيد بموجبها سوف يتم انخراط كوريا الشمالية بالاقتصاد العالمي ولا يجب أن نستغرب أن يتم توحيد الكوريتين في مرحلة لاحقة اشتازنا المرحلة الخطيرة دكتور سامي لا يوجد مفاجآت متوقعة أعتقد نعم أعتقد نعم قد يكون هناك أعتقد المفاجآة حصلت مع رسال الرئيس الأمريكي هذه الرسالة التي كانت نوعا ما أزمة في مصار هذا المصار التفاودي ولكن كما قلنا في السابق من خلال اللقاء معك تحديدا أن الفريقين لهما مصلحة بنجاح حديث كوريا تريد رفع العقوبات الاقتصادية أعتقد أن ليس لديه خيارات كثيرة هو يريد نعم رفع العقوبات الاقتصادية ويريد ضمانات بقاء النظام وسلامة النظام وهذا ما قد تقوم اليوم هذا محط الحديث ومحط التركيز وهناك أكثر من إشارة إيجابية من واشنطن حول هذه المسألة وكوريا الجنوبية أعتقد تلعب دور كبير وأنا لا أستبعد حتى لو لم يكن هذا موضوع اللقاء أن يحصل الرئيس كوريا الجنوبية يوما ما على جائزة نوبل للسلام لدوره المحوري في إنجاز هذه القمة إذا ما نجحت أنا أشكرك جزيلا من بيروت دكتور سامي نادر أستاذ في القانون والعلاقات دولية